موسيقى آلية ونوعية غارات التحالف الدولي ونتائجها باستهداف مواقع مسلح تنظيم الدولة في العراق تواجه اتهامات بالتقصير من السلطتين التشريعية والتنفيذية لكن اتهامات رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية تعكس فقدان ثقة البرلمان العراقي بغارات التحالف القضية هي انتقائية عندما يريدوا ان يضربوا هدف يضربوه ولديهم دقة في الاصابة لكن الحقيقة ليس هناك فائدة ولذلك نحن عقدنا العزم على انفسنا بالاحتماد على طيران جيش والقوة الجوية العراقية اما الاحتماد على هؤلاء فاحتقته انكسار وهزيمة ستة اشهر من الغارات اليومية وسط وغرب وشمال البلاد التي نفذها التحالف الدولي المؤلف من خمسين دولة الا ان النتائج لم تكن بمستوى التوقعات كما اعلنت الحكومة العراقية على العكس من دور التحالف مع قوات البيشمرقة الكردية كما يقول قادة الجيش العراقي هناك قلق الحقيقة دولي من قضية الحجد الشعبي ومن قضية الاجنحة المسلحة للأحزاب السياسية لذلك انا اعتقد ان هذه المسألة بحاجة الى تنسيق اكبر وجهود اكبر من اجل تبديد هذه المخاوف وهذه الشكوك يعني مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج اكبر على الارض مراكز العمليات العسكرية الامريكية في العراق لا تشارك الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية عن المسلحين وتحركاتهم بحجة وجود مستشارين عسكريين ايرانيين وفقا لمصادر في وزارة الدفاع لا يخفي المسؤولون العراقيون في ملف الامن امتعاضهم علنا من تباطئ التحالف الدولي في دعم الجيش العراقي في محافظات الانباري وصلاح الدين وديالا رغم شراسة المعارك وهو ما دفع نوابا في لجدة الامن والدفاع النيابية الى اتهام التحالف الدولي باعتماد سياسة الاحتواء والتطويق وليس سياسة القضاء على تنظيم الدولة طارق مهر التلفزيون العربي بغداد